تحدثنا في الفيديو الأخير عن كيف تستخدم الخلية مطاقات السوديوم والبوتاسيوم والأتيبي لتدعيم فرق الجهد بين داخل الخلية أو داخل الخلية العصبية وخارجها وفي العادة الخارج أكثر إيجابية من الداخل ويوجد فرق جهد بقيمة سالب 70 ميلي فولت من داخل إلى الخارج وهي سالبة لأن الخارج أكثر إيجابية أنا قلت أن هذا أساسي ليفهم عملية نقل الإلكترونات ولنفهم ذلك أنا نوعا ما أعطي أساسات عن ذلك وبعدها عملية النقل للخلية العصبية الأصلية سوف يكون منطقي وليكون الوضع منطقي أكثر يجب أن نعلم لماذا يوجد غمض المايلين هذا وعقد رانفي وهي كلها متناسقة معا إذن يوجد نوعا من الطرق نوعا ما لانتقال الإشارة إذن هناك نوعا لنقل الإشارة سأسميها Signal Transfer لا أعلم ما هي الكلمة المناسبة لها أو شيء ستحدث عنه هو الجهد الكهربائي ربما هذا يكون Electronic Potential الجهد الكهربائي Electronic Potential والشيء الآخر الذي سأتطرق إليه هو الجهد الفعلي وكلهما لديه سلبيات وإيجابيات في نقل الإشارة ونحن نتحدث عن هذا في نطاق الخلية أو من خلال غشاء الخلية إذن دعونا نفهم ماذا يعني هذا إذن دعوني أحصل على غشاء الخلية دعونا نقول أن هذه خلية عصبية من أجل أن تتلاءم مع ما نتحدث عنه ونحن نعلم أنها أكثر إيجابية في الخارج من الداخل نعلم أنه يوجد الكثير من صوديوم في الخارج أو صوديوم أكثر في الخارج منه في الداخل ربما فقط بقليل ونعلم أن هناك بوتاسيوم أكثر في الداخل من الخارج ولكننا نعلم أنه بشكل عام الخارج موجب أكثر من الداخل لأن مضخط صوديوم والبوتاسيوم تضخل ثلاثا من صوديوم لكل إثنان من البوتاسيوم إذن في الفيديو الأخير قلت لكم أنه هناك أشياء من الممكن أن نسميها بوابات أسوديوم بوابة أيونات أسوديوم كل هذه أيونات إنها مشحونة إذن دعونا نقول أن هناك سبب أو محفز دعونا نسمي هذا الذي هنا دعونا نخفض قليلا إلى الأسفل حسنا دعونا نسمي هذا بوابة أسوديوم أو NA plus gate وهي في حالة الإغلاق ولكن دعونا نقول أن شيئا ما جعلها تفتح سنتحدث في هذا الفيديو أو في الفيديو تالي عن الأشياء المختلفة التي تجعلها تفتح ربما يكون هناك حوافز لفتحها في الواقع يوجد مجموعة كاملة من الحوافز التي ستجعلها تفتح ولكن دعونا نقول أنها فتحت ما الذي سيحدث إذا فتحت؟ حسنا عندما تفتح دعونا نقول أنها تفتح بفعل حافز إذن ما الذي سيحدث؟ الخارج أكثر إيجابية من الداخل إذن الأشياء الموجبة سوف تنتقل إذن هذه بوابة السوديوم إذن فقط السوديوم يمكنكم العبور منها إذن إنه بناء بروتيني إذن فقط يسمح للسوديوم بالمرور وإذن في الأعلى لدينا الكثير من السوديوم في الخارج أكثر منه في الداخل وهذا ما سيجعل السوديوم يعبر وبالاعتماد على السوديوم فهو أيون موجب وفي الخارج يوجد موجب إذن السوديوم سوف يهرب من الموجب إذن إذا قمنا بفتح هذه فإن أيونات السوديوم سوف تتطفق إلى الداخل إذن أطناء من أيونات السوديوم سوف تتطفق من خلال هذه البوابة إذن عندما يحدث هذا ما الذي سيحصل؟ داخل الغشاء دعونا نبدعد قليلا إذن دعوني أقول أن هذا هو الغشاء ودعوني أقول أن هذه هي البوابة المفتوحة لدي إذن إنها تفتح لسبب ما ومجموعة من السوديوم سوف تعبر إذن هذا يصبح أكثر إيجابية دعونا نقول أننا حصلنا على فولتيميتر هنا وقمنا بقياس فرق الجهد بين الخارج والداخل إذن دعوني أقوم بهذا سأرسم منحنة صغير هنا دعوني أرسم تمثيل الفولتيميتر وهذا سيكون هو فرق الجهد ونسميه الجهد الغشائي أو فرق الجهد عبر الغشاء ودعونا نقول أن هذا الوقت دعونا نقول أننا لم نفتح هذه البوابة حتى الآن إذن إنها في حالة روحة مضخات السوديوم والبوتاسيوم وأشياء مختلفة تهرب إلى الأمام والخلف ولكن القياس سوف يكون سالب 70 ميلي فولت إذن هذا الذي هنا هو سالب 70 ميلي فولت الآن عندما تفتح هذه البوابة الموجودة في أسفل الخلية ما الذي سيحدث؟ ودعونا نقول أن هذا أشياء الوحيد الذي يفتح إذن هذا سوف يصبح أكثر إيجابية إذن الشحنات الموجبة التي هي التي ستنتقل إذن الشحنات الموجبة الأخرى دعوني أستخدم نفس اللون الذي استخدمته عادة إذن هذه سوف تهرب هذه المنطقة حدث فيها فيضان من الشحنات الموجبة وهي أقل إيجابية إذن ربما يكون لدينا بعض البوتاسيوم هنا وبعض السوديوم وكل شيء سوف ينتقل من المكان عندما تفتح هذه البوابة إذن الشحنة سوف تنتقل إلى بعيد إذن عندما يحدث هذا عندما تفتح هذه البوابة سوف نحصل على حركة لشحنات الموجبة إذن فجأة هذه التي كانت سالب 70 ميلي فولت فإن المزيد من الشحنات الموجبة سوف تنتقل إذن في الحال في هذا الحال تقريبا لأن هذه الشحنات سوف تصبح أقل إيجابية أو أقل سالبية في فرق الجهد بين هذه وهذه سوف ينخفض إذن هذا في هذه النقطة إذا أخذنا هذه النقطة إذا أخذنا نفس الشيء دعوني أكون به بلون مختلف لقياس الجهد هنا في هذه النقطة التي هنا لا يقل عن سالب 70 ميلي فولت ربما جزء من كمية ضئيلة من الوقت بعد ذلك الشحنات الموجبة تبدأ بالتأثير فيه وبذلك يصبح أكثر إيجابية ولكنها تخفف من التأثير لأن هذه الشحنات الموجبة سوف تشع في كل الاتجاهات إذن التأثير على هذا الشيء سينخفض وسيكون أقل إيجابية إذن في فرق الجهد الكهربائي الذي يحدث هو أنه في نقطة معينة من الخلية تفتح البوابة وشحنات تتضفق إلى الداخل وتبدأ بالتأثير على الجهد في أجزاء أخرى من الخلية ولكن إيجابيتها أنها سريعة هذه ستكون سريعة وعندما يحدث هذا هذا داخل الخلية إذن داخل الخلية يصبح أكثر إيجابية ولكن كلما تعمقت التأثير سيتشتت يتشتت مع المسافة إذن إذا كنت تهتم بالسرعة أنت سوف ترغب بهذا الجهد الكهربائي وهو عندما يحدث هذا سوف يبدأ بالتأثير على الخلية ولكن إذا أردت من هذا الجهد أن ينتقل إلى مسافات بعيدة دعونا نقول أنها ستقطع كل الطريق إلى تلك النقطة من الخلية العصبية إذن لن يحدث هذا التأثير في المستقبل ولكن لا يوجد لها أي تأثير لأن التأثير سوف ينتقل عبر الخلية إنها تقلل الشحنة إذن التأثير سيكون بعيدا جدا عن المكان وسيكون التأثير أقل بكثير إذن إنها ليست جيدة عبر المسافات الآن دعونا نبدأ بالبحث عن ما الذي يحدث في الجهد الفعلي ربما فهمتم هذا سيوجد المزيد من الأفعال إذن دعونا نبدأ بنفس الحالة لدينا بوابة صوديوم ستفتح بسبب حافز معين والذي أفعله أنا دعوني أرسم غشائين هنا إذن هذا الخارج Outside وهذا الداخل Inside ودعوني أرسم ربما نحن نتعامل مع ستحدث عن هذا ربما هذا محور أو شيء دعوني أقول أنه يظهر بهذا الشكل دعونا نقول أن لدينا بوابة أخرى للسوديوم هنا ومن ثم ترتبط في بعضها البعض إذن لدي بوابة صوديوم أخرى هنا ويمكنني أن أرسم بوابة صوديوم أخرى هنا لا أريد أن نرسم مجموعة من هذه يجب أن نرسم واحدة ملتفة حولها لكي نفهم ما الذي يحدث ودعوني أرسم بوابة بوتاسيوم أخرى هكذا دعوني أقول أن كل هذه البوابات مغلقة إذن كلهم في حالة إغلاق ودعونا نقول أن البوابة صوديوم تحفز وتفتح إذن هذه فتحت إذن تلك التي هناك فتحت وتحفزت من قبل شيء ما وسنتحدث عن الأشياء التي تحفز هذا ولكن دعونا نقول أن ما شيئا جعلها تفتح إذن بوابة أيونات الصوديوم فتحت دعونا نقول إذن A plus gate open ودعونا نقول أن يجب أن هذه تفتح على سالب 55 ميلي فولت إذن فتحت على سالب 55 ميلي فولت إذن عندما نكون في مرحلة الراحة فرق الجهد سيكون سالب 70 ميلي فولت إذن لن تكون مفتوحة ستكون مغلقة ولكن إذا كان لأي سبب من الأسباب تصبح موجبة بشكل كافي لكي تصل إلى سالب 55 ميلي فولت فجأة هذا الشيء سوف يفتح دعونا أكتب المزيد من القوانين الأخرى التي تحدث لهذه البوابة دعونا أقول أنها مغلقة closed وكل هذه هي عبارة عن أرقام تقريبية ولكن هذا من أجل التبسيط دعونا أقول أنها تغلق على موجبة 35 ميلي فولت ودعونا نقول أن بوابة البوتاسيوم لدينا فتحت على 40 ميلي فولت فقط لتأخذوا فكرة عن الأشياء إذن ستفتح على 40 ميلي فولت ودعونا أقول أنها أغلقت على سالب 80 ميلي فولت إذن ما الذي سيحدث؟ دعونا نقول أنه لأي سبب من الأسباب الجهد هنا أصبح سالب 55 دعوني أرسم منحنة كما فعلت في الأسفل هنا إذن أريد بعض المساحة لأرسم المنحنة كما فعلت من قبل هذا جهد الغشاء membrane voltage وهنا الوقت time ودعونا نقول أننا نقيصهما دعونا نقول أن جهد هذا الغشاء إذن نحن نقيص هذا الجهد هنا إذن إذا لم يتحفز بأي شكل من الأشكال فهو سوف يبقى على سالب 70 ميلي فولت ودعونا نقول أن هناك حافز جعله أصبح أكثر إيجابية ربما كان تأثير معين وربما بعض الشحنات الموجبة تتضفق وبذلك يصبح هذا أكثر إيجابية إذن دعونا نقول أن هذا أصبح موجب أكثر وبعدها الـ ATP ومضخات سوديوم والبوتاسيوم تضخه إلى الخارج ولكنها لا تصل إلى سالب 55 ميلي فولت ولذلك لن يحدث أي شيء صحيح ولكن دعونا نقول أن هناك جهد كهرباء آخر ربما مجموعة منه ولكن يوجد هنا العديد من الشحنات وبذلك نصل إلى سالب 55 تذكر عندما نحصل على ذلك فإن السالب يتقل وفرق الجهد يصبح أقل ونصل إلى سالب 55 ميلي فولت وتفتح إذن هذا الشيء سوف يفتح هذه كانت مغلقة قبل عندما كنا فقط عند سالب 70 ميلي فولت إذن دعونا أكتب هنا إذن عند هذه النقطة بوابة السوديوم سوف تفتح بوابة السوديوم تفتح الآن ما الذي يمكن أن يحدث عندما تفتح بوابة السوديوم عندما تفتح هذه لقد رأينا ما سيحدث من قبل شحنة السوديوم الموجبة سوف تنتقل إلى الأسفل إلى أسفل تدرج الجهد بالإضافة إلى تدرج الكهربائي سوف يتضفقون إلى الخلية وهناك العديد من السوديوم هناك وسيدخلان إلى الداخل إذن عندما تصل إلى الجهد المطلوبة حتى لو كانت ستصل فقط إلى سالب 55 أو ربما سالب 50 البوابات ستفتح فجأة وكل هذه الشحنة الموجبة سوف تدخل إلى داخل الخلية وفرق الجهد يصبح موجب بشكل كبير جدا إذن يستمرون في الدخول ويصبح موجب إلى حد كبير ولكن عندما تصبح موجبة بشكل أكبر لقد قلنا أنها تغلق على موجب 35 ميلي فولت سأمحي هذا من أجل أن تكون الرسمة واضحة إذن دعونا نقول أن هذا الذي هنا في الأعلى هو موجب 35 ميلي فولت إذن هنا لقد أغلقت وكنت كتبت قبل أن أقوم بمسح هذا أن هذا موجب 40 أو دعوني أقول أنها 35 موجب 35 ميلي فولت وبذلك بوابات السوديوم تفتح إذن ما الذي يحدث هنا؟ فجأة لقد كانت موجب 35 أو ربما موجب 40 إذن هذه موجب دعونا نقول أنها موجب 40 وأعتقد أنكم سوف تفهمون الفكرة على أي حال لذلك دعونا نقول أنها موجب 40 وبذلك سوف تغلق هذه ولن يكون هناك المزيد من الأيونات الموجبة تدخل إلى داخل وبما أنه في الداخل موجب أكثر على الأقل في هذه اللحظة وفي هذه النقطة من الغشاء موجب أكثر وبذلك تلك البوابة سوف تفتح إذن بوابات السوديوم بعدها سوف تفتح وبوابة أيونات البوتاسيوم سوف تفتح إذن عندما يفتح هذا لدينا كل أيونات السوديوم هذه هنا ولقد رأينا في بوابات السوديوم والبوتاسيوم أن البوتاسيوم لدينا كل أيونات البوتاسيوم هنا ورأينا في فيديو مضخة السوديوم والبوتاسيوم أن تركيز السوديوم في الخارج أعلى وتركيز البوتاسيوم في الداخل أعلى وعندما نصل إلى معدل جهد موجب 40 سوف يصبح داخل أكثر إيجابية إذن هذه تفتح وهؤلاء سيدخلون لأن يوجد القليل من البوتاسيوم في الداخل وسوف يذهبون حسب تدرج التركيز وأنه أيضا موجب بشكل كبير في الداخل قد كان موجب 40 وبذلك فأنهم سوف يهربون أيضا وبذلك فهم يبدأون بالهرب في الخلية وشحنات الموجبة سوف تبدأ بالخروج من الداخل إلى الخارج وبذلك نصبح أقل إيجابية من جديد إذن دعونا نكتب ما يحدث هنا إذن في هذه اللحظة بوابة أصوديوم أغلقت وبوابة البوتاسيوم بوابة أصوديوم أغلقت وبوابة البوتاسيوم فتحت وشحنات الموجبة تخرج إلى الخارج الخلية من جديد وستغلق عندما نصل إلى سالب 80 ميلي فولت إذن ربما بوابة البوتاسيوم ستغلق عند سالب 80 ميلي فولت وبعدها مضخط البوتاسيوم وصوديوم من الممكن أن تعود إلى سالب 70 ميلي فولت إذن هذا ما يحدث عند هذه النقطة في الخلية بالقرب من بوابة أصوديوم الأولى تلك ولكن ما الذي سيحدث؟ عندما يصبح هذا موجب كثيرا ويصل إلى 40 ميلي فولت وصلنا إلى 40 أو موجب 40 ميلي فولت في هذه المنطقة لأننا من الممكن أن نراها على أنها مسافة قصيرة للجهد الكهربائي وهذه النقطة سوف تصبح أكثر إيجابية أكثر إيجابية هذه الشحنات الموجبة سوف تذهب إلى المكان الأقل إيجابية إذن هذا سيصبح أكثر إيجابية هذه لم تكن سالب 70 ولكنها ستصبح سالب 65 أو سالب 60 أو سالب 55 ومن هنا سوف يتفعل من جديد وهذه سوف تفتح وصوديوم يتطفق هنا إلى الداخل إذن إذا أردتم أن أعبر عن هذا الشيء ولكن ما الذي يحدث عبر هذا؟ ربما عندما يبدأ بالذهاب إلى ذلك الاتجاه الآخر سوف يفعل هنا أو يفعل أثاني مع بعض الوقت فإنه بسبب هذا التضفق له إلى يساره فإن جهده سوف يتفعل ونفس الشيء يحدث له عندما يتضفق السوديوم هنا يصبح موجب هذا يجعل الخلية التي هنا أو الشحنة التي هنا تصبح أكثر إيجابية ويحفز بوابة السوديوم التالية لك تفتح ونفس الشيء يحدث في نفس الحلقة وبعدها بوابة السوديوم تفتح ليصبح أكثر سالبية ولكن بعد حدوث هذا بوقت بسيط هذا سيحفز بوابة السوديوم إذن مرة تلو الأخرى لديك بوابة السوديوم هذه تفتح وتغلق ولكنها تنقل المعلومات وتنقل التغير في الجهد أو فرق الجهد إذن ما الذي يحدث هنا؟ إذن هذا بطيء ويولد طاقة إذن الجهد الكربائي كان سريع جدا وهذا بطيء ولكن الجهد الفعلي بطيء لا أريد أن أقول بطيء لأنها أقل سرعة لأنها ستقوم بفتح وغلق البوابات وتنتج الطاقة كذلك وتحتاج طاقة أكثر تحتاج المزيد من الطاقة وأيضا يجب أن تستمر في تغيير الجهد في الخلية ولديك مضخات السوديوم والبوتاسيوم تصبح نشيطة أكثر ولكنها جيدة لأن لديها إيجابية فهي تغطي المسافة عندما يكون لديك شيء كهذا لقد رأينا الجهد الكربائي عندما نبتعد عن مكان التحفيز يوجد هنا تغيير في الجهد فإن الجهد يتبدد وينحدر فعلا إذن الجهد يتبدد كلما ابتعدنا أكثر وأكثر ولكن هذا من الممكن أن يستمر إلى الأبد لأنه في كل مرة نحفز البوابة التالية هذا يشبه كوننا انتقلنا لبوابة التالية من جديد وأننا ممكن أن نحصل على التطفق في الأيونات وتدخل إلى داخل وهذه الأيونات ستجعلها أكثر سالبية بقليل والبوابة الثانية سوف تفتح وستحدث الحلقة من جديد إذن هذا سيكون جيد جدا في المسافات الطويلة إذن الآن لدينا الأساسات لنفهم بالضبط ما يحدث في الخلية العصبية وستحدث عن ذلك في الفيديو التالي من أجل أن أريكم كيف أن الجهد الكهربائي والجهد الفعلي من الممكن أن يجمعان معا من أجل نقل الإشارة شكرا للمشاهدة